المزيد حول الأسواق العالمية رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في رائد أهلا بك دعنا نبدأ بأسواق العملات نبدأ باليورو دولار وقصة ألمانيا اللي يمكن ضغطها شوي على هالترايد دعنا بنصورة تماما الوضع الألماني حاليا يضغط على تعاملات اليورو طبعا نتيجة أنه عدم تمكن أنجلينة ميركل في تحقيق حكومة توافقية أو اتلافية طبعا وهي قد صرحت بأنه يتفضل الانتخابات جديدة دون أن تكون حكومة أقلية أو حكومة أقلية سلي كمان مستبعدة أعتقد سوف يكون هناك حديث لكن انسحاب الحزب الديمقراطي أخيرا يعني من طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة يعني إلى حد ما يشكل نوع من القلق السياسي داخل ألمانيا وبالتالي ذلك مباشرة يؤثر على نفسيات المستثمرين وعلى الرغم إذا لاحظنا القراءات الاقتصادية التي جاءت من ألمانيا كانت إيجابية بشكل كبير إنتاج المصانع كانت قراءة إيجابية ولكن الجانب السياسي هو الذي يضغط حاليا على اليورو وعلى الاقتصاد الألماني على وجه تحديد نحكي دولور إندكس هذه القصة الكبرى بأسواق العملات الكل لازل في قلق بما يخص تمرير الإصلاحات الضريبية لعله يمكن الآن سؤالين براقبهم أسواق العملات هو موضوع الفورم كيف ستكون تفاصيل هذه الإصلاحات وأيضا ما هو الإطار الزمني اللي بنتحدث عنه تايم لاين مهم أيضا بالتأكيد طبعا خطوات قوية وكبيرة تم تحقيقها من قبل الجمهوريين لتمرير هذه الأجندة الحديث الآن على إمكانية التخفيض للضرائب بالنسبة للشركات إضافة إلى أن يكون التخفيض مؤقت بالنسبة للأسر والأفراد في العام 2018 فقط وبالتالي هذا هو الذي لقى الاستحسان ولقى القبول من داخل الكونغرس وبالتالي تمرير مثل هذا القرار طبعا من شأن ذلك أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ويعطيها هذا الزخم الإيجابي بالنسبة للمستثمرين وشفنا الـ S&P 500 والمؤشرات الأمريكية تواصل صعودها نحن مستويات تاريخية جديدة حاليا الـ Dow Jones قريب أيضا مجددا من مستويات التاريخية يحاول صعود مجددا لتسجيل قراءة تاريخية جديدة ذلك مدعوم بشكل كبير من الـ Tax reforming أو الهيكلة الضرائب الجديد الذي يبدو أنه يلقى استحسان ونجاح حتى الآن أين صرى الذهب يتحرك رائد؟ طبعا الذهب كان هناك بعض القوة بعض الشيء في يوم أمس على وجه التحديد كما كان من وصول المستويات لـ 1297 دولار للأنصة لكن لا يوجد المومنتهم الكافي مع وجود استثمارات كثيرة بيتكوين وغيره يعني العديد من الاستثمارات موجودة أمام المستثمرين تجنبهم الدخول إلى ملاذات آمنة كالذهب على سبيل المثال إضافة إلى وجود قوة واضحة في الدولار الأمريكي في الفترة الحالية يعني هو عند أعلى مستوياته في أسبوع حاليا يعود منجددا الدولار الأمريكي نتحدث عن بيتكوين مدام قلت بيتكوين خمسين بالمئة ارتفاعات بتمانية جلسات لازلنا بنشوف أب تريند على البيتكوين وعدنا انقصام تو جروبس بالبيتكوين واحد بيشوف أنها مضاربة بحتية وواحد بيشوف لا أنها محطوطة على أساسيات بطبع أهم ويمكن أثمن شيء بالبيتكوين هو البلوكتشين هي التكنولوجيا الكثير من بنوك استثمارية بتحاول تستثمر فيها أين تقف؟ مع أي جروب رائع؟ الموض الفقري هو البلوكتشين الذي تقوم عليه البيتكوين لكن إلى درجة كبيرة لا يمكن إغفال مثل هذه العملة التي تقفز بهذا الشكل الكبير والتي تشكل معدن براق أو استثمار براق بالنسبة للعديد خصوصا من خلال أرقام لحققتها لكن مع ذلك بدون ريجوليشنز بدون نوت بدون استراكشر بدون بناء حقيقي بدون مركزي يعني البيتكوين لا يدخل تحت منظومة التشريعات ولا عنده مصرف ركزي يقدر يشرعه أو حتى يقنن موضوع التداولات فيها وبالتالي هي مفتوحة عندنا ناس عندهم 14 سنة بيداولوا بالويسكوين تماما وبالتالي أون الخوف الذي يكون موجود من خلال الاستثمار الاستثمار بمثل هذه العملة قد يحقق أرباح مضاربية على فترة قصيرة لكن على المدى الطويل قد يكون هناك فقاعة رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في اكوتي جروب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر